السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية إليكم جواب الدرس السابق أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على أفعال جديدة وكذلك طريقة استعمالها حتى لا أطيل عليكم لنبدأ فعل يربكو أو يحرجو باللغة الفرنسية نقول أمبغاسي 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 الآن إذا أردت أن أقول هذا السؤال يحرجني كثيرا كيف نعبر عن هذه الجملة؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ جملة أخرى حتى نتدرب جيدا على هذا الفعل؟ أنت تعلم جيدا أنني لا أريد أن أحرجه أمبغاسي 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 لماذا أمبغاسي لذلك فعلين متتابعين الثاني يبقى في حالته الأصليا أي لأنه الأنفنيتف Tu sais bien que je ne veux pas l'embarrasser Le verbe valoir Valoir un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة يعني يستحق يساوي عندما نتحدث عن القيمة هذا الشيء يساوي كذا وكذا Valoir الآن إذا أردت أن أقول هذا الهاتف يساوي الكثير من المال Oui, très bien Ce téléphone vaut beaucoup d'argent Ce téléphone vaut beaucoup d'argent Ici, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif Ce téléphone vaut beaucoup d'argent الآن إذا أردت أن أقول هذا الفيلم لا يساوي الكثير Ce film ne vaut pas grand chose Ce film ne vaut pas grand chose Ce film ne vaut pas grand chose الآن إذا أردت أن أقول إن فضادته أو إن قلة أدبه أوقعته في مشكلة نعم Son impolitesse يعني قلة أدبه أو فضادته Lui a value أو قاعته هو des ennui يعني المشاكل Son impolitesse lui a value des ennui جملة أخرى من الأفضل أن تغطي نفسك إذا خرجت أو كان أفضل أن تغطي نفسك إذا خرجت نعم Il vaut mieux te couvrir si tu sorg Il vaut mieux te couvrir si tu sorg كما لاحظتم أصدقائي هنا كذلك تغير معنى الفعل valoir ليصبح من الأفضل أن أو كان أفضل أن Il vaut mieux من العبارات الأكتر استعمالا في اللغة الفرنسية Il vaut mieux te couvrir si tu sorg عبارة أخرى نسمعها كثيرا في اللغة الفرنسية وهي Savou la peine كنا قد رأيناها سابقا Savou la peine تعني يستحق أو هذا يستحق العناء Savou la peine فعل يتسول أو يطلب الصداقة نقول باللغة الفرنسية mondier mondier ça veut dire demander de l'argent يعني طلب المال يتسول الآن إذا أردت أن أقول والدته قضت حياتها كلها وهي تتسول نعم Sa mère a passé toute sa vie a mondier Sa mère a passé toute sa vie a mondier Sa mère a passé toute sa vie a mondier جملة أخرى إِنَّهُ يَتْسَوَّلْ فِي الْحَافِلَةِ نعم Ils mont dit dans le bus Ils mont dit dans le bus Ils mont dit dans le bus Le verbe offenser Offenser ça veut dire Blesser par des paroles ou des actes يعني أن يجرح أو يؤدي بكلمات أو بأفعال Blesser par des paroles ou des actes يعني هذا الفعل معناه يسي أو يهين أو يؤدي Offenser الآن إذا أردت أن أقول لم أقصد أن أسيئ إليك أو لم أقصد أن أهينك نعم Je ne voulais pas te foncer Je ne voulais pas te foncer On a le verbe vouloir CONJUGUER ألا ممپارفة ونالدينة فعل يوريدو سوري ففاف الماضي ونالنقصد أن أغسد أن أردت أن أقصد أن أقول Ça aussi on a le verbe offenser à l'infinitif Je ne voulais pas t'offenser Un autre exemple avec le verbe offenser هل تمكنت عزيزي المشاهد من فهم هذه الجملة بدون ترجمة؟ أخبروني هذا في التعاليق إذا كان كذلك معنى هذه الجملة لقد أساءت إلي بقولها أنني لا أملك روح الدعابة إلما أوفنسي en me disant que je n'avais pas d'humour Le verbe vexer vexer c'est le synonyme du verbe أوفنسي أي له نفس المعنى يعني يريدو يسيو vexer الآن إذا أردت أن أقول إنه مستاء لأنك لم تتصل به أبدا كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم الآن إذا أردت أن أقول اسما يمكنك حفظ هذا الرقم أو يمكنك أن تحفظ هذا الرقم نعم نعم سناك بحفظ هذا الرقم لأنني نشاء صفي في صفحة الأمر إذا كان لك إذا كان لديك مستاء لديك مهمة أو يستطيع يمكنك أو إذا كان لديك مهمة كيف نقول إذا كانت إذا كان لديك مهمة سو نمیرو سو غاوزه سو غاوزه سو غاوزه سو غاوزه يغیرو رأيه سو غاوزه الآن إذا أردت أن أقول كان من المفترض أن يرافقنا إلى المدرسة لكنه غير رأيه سو غاوزه سو غاوزه نعم يجب اجبه 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 يجبه اجبه اجبه Mais il s'est ravisé On a le verbe devoir يتواجب Il devait nous accompagner Le verbe accompagner رأيناه العديد من المرات يعني يرافق Mais il s'est ravisé يعني غيرا رأيه Le verbe est conjugué au passé composé Il devait nous accompagner à l'école Mais il s'est ravisé Le verbe réagir Réagir يعني رد الفعل يعني يمكن أن أقول يتفاعل Réagir Voilà un exemple Il réagit toujours avec calme face au problème Il réagit toujours avec calme face au problème يعني يتفاعل دائما بهدو مع المشاكل Il réagit Le verbe est conjugué au présent dans l'indicatif Il réagit toujours avec calme face au problème الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التمييز وسؤال اليوم يقول هل يمكنك التوقف عن إحراج أمام أصدقائي كيف نعبر عن هذا التساؤل أدعوكم أصدقائي لكتابات الإجابات كما العدا في التعليق Et voilà chers amis c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a plu comme d'habitude et si vous avez des questions ou des propositions n'hésitez pas de les écrire à la prochaine إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقائي ترجمة نانسي قنقائي